أهلا بكم مشاهدين إلى جولة على أبرز الصحف العالمية التي ناقشت العقابات الجديدة في طريق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إضافة إلى تزايد الضغوط على إسرائيل بعد مقتل ناشطة أمريكية تركية على الأراضي الفلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي صحيفة واشنطن بوست رأت في تقرير لياسمين أبو طالب أن إبراما صفقة تبادل هو أمر بعيد المنال وأن محاولات رئيس بايدن للتوسط لوقف إطلاق النار قبل نهاية فترة رئاسته واجهت انتكاسة بسبب مطالب جديدة بشأن تبادل الأسرة والمحتجزين إذا طلبت حماس في اللحظة الأخيرة بأن يتم تبادل المحتجزين المدنيين إضافة إلى الجنود مع أسرى فلسطينيين يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة ومع ذلك كان تصلب نتنياهو عقبة رئيسية خصوصا فيما يتعلق بالسيطرة على معبر صلاح الدين لذا فهناك نقاش داخل الإدارة الأمريكية بشأن مقدار الضغط الذي يجب ممارسته على نتنياهو فبعض المستشارين يدعون إلى موقف أقوى بينما يرفض آخرون ذلك ونقرأ في صحيفة وصري جورنال تقريرا لمراسلها عن العقبات أمام توصل إلى صفقة وفيه أن معبر صلاح الدين الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر الذي تسيطر عليه حاليا إسرائيل وترفض الانسحاب منه أصبح عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق إذا تطالب كل من حماس ومصر بانسحاب القوات الإسرائيلية من المعبر بوصف ذلك شرطا مسبقا لأي اتفاق لكن نتنياهو يصر على السيطرة العسكرية على المعبر رغم رفض يواف جالنت وبني جانت هذا الأمر وختمت بالقول أن المقترح الأمريكي الأخير رحل مناقشة الانسحاب الكامل من المعبر إلى المرحلة الثانية من المفاوضات إذا تخشى حماس أن هذه المرحلة قد لا تحدث أبدا وفي صحيفة بوليتيكو مقال عن تزايد الضغوط على إسرائيل بعد مقتل ناشطة أمريكية تركية فضفة الغربية وفيها أن إدانة مقتل المواطنة الأمريكية التركية شملت الديمقراطيين في الكونغرس والأمم المتحدة وصدعوات بمحاسبة إسرائيل على تصرفات الجيش وضفت الكاتبة أن وفاة إيجي ذكرت بمقتل مواطنة أمريكية أخرى كانت مرتبطة أيضا بحركة التضامن عام 2003 وحينئذ قضت محكمة إسرائيلية بأن الجيش ليس مذنبا في وفاتها وتبعت الكاتبة أن العائلة طالبت إدارة بايدن بإصدار أمر بتحقيق مستقل في وفاتها وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المذنبة ما يعكس عدم ثقة العائلة بالتحقيق الإسرائيلي وختمت بأن الولايات المتحدة لم تتلقى حتى الآن إجابات مقنعة من حكومة نتنياهو بشأن الأمريكيين الآخرين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر بدورها صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا عن حدثة مقتل المواطنة الأمريكية التركية وفيها أن عائلة ناشطة في الولايات المتحدة تطالب بإجراء تحقيق مستقل معتبرين أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق في وفاتها بشكل محايد وأضافت الصحيفة أن حوادث قتل المدنيين ليست نادرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فالقوات الإسرائيلية والمستوطنون قتلوا أكثر من 600 شخص في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة وتابعت أن القرية قريبة من نابلوس التي شهدت مقتل الناشطة تشهد احتجاجات متكررة منذ عام 2021 بعد استيلاء المستوطنين على أراضي المملكة للفلسطينيين وختمت الصحيفة بأن العديد من المتظاهرين قتلوا وأصيب العشرات منذ إنشاء البؤرة الاستيطانية الواقعة على قمة التل بينما تعمل الحكومة الإسرائيلية على شرعنتها رسميا مشاهدين هذا كان كل شيء العودة لمحمد لاستكمال